اشتركوا في القناة منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 11.28 دقيقة من منتصف هذه الليلة اللي هي الجمعة على السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والظفر والعقد طبعا القمر بما أنه موجود في برج الدلو فهاي الفترة نتأثر كلنا من بعض صفات برج الدلو فمنشعر الآن أن بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادية أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفاز أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا زاوية وحيدة هي اللي رح تكون مأثرة ومسيطرة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و11 دقيقة صباحا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل سلبي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد في 22-8 بيبدأ في تمام الساعة 12 ودقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 12 و42 دقيقة ظهرا لا ينتقل لبرج الحود أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحصار المكتمل 13 يوم في تمام الساعة 53 و50 دقيقة عصرا بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة بتكون 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22-8 يعني آخر يوم لها موجودة بالأسد هي منتحسة بنسبة 15% القمر في الدلو حتى يوم 22-8 منتحس بنسبة 35% عطارد في العدراء حتى يوم 38 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الميزان حتى يوم 10-9 سعيدة بنسبة 45% المريخ في العدراء حتى يوم 15-9 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس بيتراجع في الثور حتى يوم 18-1 زي ما حكينا 20-22 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمد طبعا اليوم بتتركز الأمور كلها على المستوى الاجتماعي وزي ما نبهنا مبارح حاولوا أنكم تنجزوا كل الأشياء الضرورية أو الأعمال الضرورية اللي عليكم خلال أيام هاي انجزوها اليوم لأنه بكرة القمر رح ينتقل ويصير في برج الحوت يعني بيت متاعبكم فشوي رح يتكون فترة صعبة عليكم فحاولوا تستغلوا اليوم هذا لإنجاز بعض المهام الضرورية منكم ممكن يتلقى اليوم دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة ومنكم رح يطلب المساعدة وبرضو في أشخاص ممكن يطلبوا منكم أنتم المساعدة في نوع من أنواع التحالف اليوم رح يكون ما بينكم بين الزملاء الأصدقاء الجيران أهم إشي أنه اليوم حاول أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تختلط بالمجتمع شوي تستغل صداقاتك شوي وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج الثور بيتركز اهتمامكم كله خلال هذا اليوم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل طبعا هذا يعتبر بيت السمعة هو شوي ضاغط أو شوي بيكون سلبي ولكن هذا البيت تحديدا يا إما بيكون معك 100% وبعطيك إيجابية بشكل قوي يا إما بيكون ضدك وبعطيك سلبية بشكل قوي فعشان هيك أهم نقطة بنحذر فيها دائما لما بيكون القمر موجود في هذا البيت أمرين العمل وبرضو سمعتك هذولا هن الأمرين الأساسيات هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل وحاول برضو أنك تقدم أفضل ما عندك عشان أنه ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم أو مديح أو شكر أو مفاجئة أو تكريم ممكن تظهر بعض المتاعب بهاي الفترة عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية هي فترة لابد إنها صعبة ولكن إجمالا فيها بعض المكاسب ممكن إنك تستغلها برج الجوزة القمر مستقر الآن في بيتك التاسع بيت التاسع هذا يعتبر من أقوى البيوت اللي الشخص بكون ينتظر وصول القمر لإلوه عشان هيك أهم النقاط اللي أنتوا لازم تستغلوها اليوم أي شيء إلو علاقة بالسفر أي شيء إلو علاقة بأشخاص خارج البلد أي شيء إلو علاقة بالدراسة الجامعية برضو الأمور اللي إلها علاقة بالإقناع أو الترويج لسلعة أو التقارب العاطفي كلها هاي أمور ممتازة لإلكم حاولوا أنك تستغلوها برضو جيدة للأمور اللي إلها علاقة بالرياضة بالفلسفة إلها علاقة بالإقناع بأمور عقائدية مثلا فعشان هيك اليوم في كثير من مواليد برج الجوزة بينشطوا في أمور السفر والاتصالات البعيدة ممكن يشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتهم في التقرب من أحبائهم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه أو آراء أو ثقافة مختلفة الأجواء لطيفة بضحيت بحياتك أحاول أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية بالفترة برضو هاي ممتازة إجملا هي فترة مثمرة على جميع الأصائد برج السرطان بما أن القمر تحرك من مقابلك تماما الآن وصار موجود في البيت الثامن صحيح أن هذا المنزل هاي مش بالقوة الهائلة التي تعطيك الدعم ولكن إجمالا فيها بعض المكاسب ممكن أنه شوي بتأثر على الوضع الصحي أو صحة أحد الأحبة أو إشي العلاقة بالأدوية ولكن إجمالا هي بترتبط بالأمور المالية المشتركة من جهة بيكون في فرص لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو استرداد مال أو قرض أو دين لإلك بيجيك أو ممكن تحل مسائل إلها علاقة بالفواتير يجب الحذر من أي شراكة مالية بهاي الفترة أو كفالة شخص إلا إذا بتكون الدلالات 100% لصالحك يعني بمعنى آخر تتفقد الأوراق العقود الشخص اللي بده يتسلف فلوس توقعه أو تمضيه على أوراق اللي تثبت حقك في هذا الموضوع برضو الفترة هاي جيدة للي بده قرض من بنك أو يحل مشاكل مالية لها علاقة بضريبة أو تأمين أو أمور مثلا مؤسسات حكومية بناسبك ما بيناسبك بالفترة هاي إطالة الخلاف والزعل حاول إنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي برج الأسد طبعا القمر الآن مقابلكم تماما في بيتكم السابع فعشان هيكي بيعطيكو إيجابية هذا البيت لأنه يعتبر الدلو بيت بيت جانس مع الأسد ولكن مشكلته يا إما بيكون معك مية في المية يا بيكون معك ضدك مية في المية فعشان هيكي بالفترة هاي جيدة لا تدعيم الشراكات أو للارتباط لا الزواج لا الخطوبة لا تعارف لا شراكة جديدة مالية الأمور هيكلها ممتازة هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر ولكن هنا شوي بدنا حاول إنك ما تنفعل حاول إنك تسلط الإضاءة على الإيجابيات ابعد عن السلبيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة حاول إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات بالفترة هاي ممكن شوي هيكي تحس إنك أنت عصبي أو حاد الطباع في لحظات وأي مشكلة ممكن تصير معك اليوم حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان لأنه في هاي الفترة بيكون خصمك أقوى منك فعشان هيك ما بناسبك أي خلاف بالفترة هاي وبرضو بدك تنتبه لغذاءك وصحتك برج العذرة طبعا القمر الآن في البيت السادس بالنسبة لموليد برج العذرة وهذا بيت إلو علاقة بأمرين أساسيات العمل وإلو علاقة بموضوع الصحة فعشان هيكي بتكو تركزوا على المسألتين هدولا بأكبر طاقتكم ممكن اليوم تجد إنه العمل بتراكم عندك تدريجي ممكن ما تقدر تنجز كل أعمالك أو تتكاثف الأعمال عليك بشكل عالي جدا حاولوا إنكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من الأعمال ولكن في نفس اللحظة ما تبالغوا بتكو تنتبهوا كثير لغذاءكم ولراحتكم حاول إنك ما تسمح للواجبات لا بالتزامن ولا بالتراكم بدك تكون أكثر تنظيما حاول إنك تحسن إدارة الوقت وإدارة عملك تجنب إثارة العدوات حاول إنك ما تهم الوضعك الصحي حاول إنك تأخذ قسط من الراحة وإهدى وكون عند حسن الظن يعني برضو في شغلة بدأ نوه إلها إنه ديروا بالكم من الوسواس بالفترة هاي والقلق الشك هدولا عدو بكون لإلكم بالفترة هاي لأنه شوي بتحتدوا أو بتعصبوا لأنه ما تنسوا إنه الشمس ما زالت في بيت المتاعب وهاي إلها شهر يعني بتضغط فيكم ولسه مستمرة لحين موجود عيد ميلادكم فعشان هيك بدكوا تصبروا برج الميزان بتشتد رغبتكم اليوم بشكل قوي بكل الأمور اللي بتكون يعني أغلبها بتكون لصالحكم ليش؟ لأنه القمر اليوم موجود في البيت الخامس بيت الحضوط بيت العاطفة بيت المحبة بيت الأبناء بيت الترفيه بيت الأفكار بيت الكتابة بيت الخيال بيت المواهب يعني هذا يعتبر بيت من أفضل وأقوى البيوت اللي ممكن أنك أنت تكون بكامل طاقتك فيها والفترة مثمرة لإلكم هذا اليوم فعشان هيك اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد من خلالها إشراقتك تسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة بأي شيء بدك هي الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة لتكرار المحاولة لا أي شيء أنت بدك هي ولكن الأهم حاول أنك ما تفرض وجهة نظرك على أحبائك حاول ما تثير العداوات أو المشاحنات ما بينك وبين الأحبة حاول ما تدخل بنقاش حاد ما بينك وبين الأبناء تحديدا ممكن إذا فيه شيء سلبي يكون قلق على أحد الأحبة أو صحة أحد الوالدين برج العقرب القمر الآن موجود في بيت البيت يعني هذا البيت المسؤول عن العيلة مسؤول عن البيت عن الصيانة عن الترميم عن الديكور عن الترحيل أي شيء له علاقة بالسكن أو البيت أو العائلة هنا نجده في هذا اليوم فعشان هيك اليوم بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بتجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة في بعض المسائل وبرضو في نفس اللحظة ممكن يكون فيه خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو خبر أو موضوع معين يكون مزج أو مفرح يعني على كل الحالتين ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إشي أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية برضو بتحمل هاي الفترة مصاريف إضافية ممكن المصاريف هاي تكون عبارة عن أعطال منزلية بتكلفك فلوس أو مشتريات كأثاث أو التزام بحفلة أو مناسبة عائلية برج القوس يعتبر هذا اليوم بالنسبة لموليد برج القوس من الأيام المميزة لعلوم اليوم القمر موجود في البيت الثالث والبيت الثالث هذا جيد لها الدراسة اللي هي المدرسية للامتحانات للمقابلات للترويج للتجارة للسيارات الأجهزة الإلكترونية الأمور اللي إلها علاقة بسرعة البديهة بالنشاط بكل الأمور هاي فاليوم هذا يعتبر من الأيام المميزة بوجود القمر في بيتك الثالث فاليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن بعضكم يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع جار بتتمتعوا اليوم بسرعة بديهة وخاطر عالية جدا باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك وتبرر مواقفك ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات الأهم أنه تدير بالك أثناء قيادة السيارة من السرعة أو من شوي أن مخك يكون شغال بأشياء فترتكب خطأ من بعض الأعطال اللي ممكن يصيب الأجهزة الإلكترونية أو تليفونك أو كهربت السيارة مثلا فهي الأمور بدك تنتبهلها برج الجدي طبعا اليوم بما أن القمر صار موجود يعني في بيتك الثاني وهذا البيت له علاقة بالأمور المالية بالمكاسب المالية بحلول بعض المطالبات المالية استرداد بعض الأموال والهدايا هاي كلها أمور جيدة لإلكم فاليوم هذا بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة انتو مش بحاجتها يعني اللي بيحاولوا هيك يتهربوا من الواقع بروحوا بيشتروا أو بتسوقوا لأشياء معينة هم مش بحاجتها نوع من أنواع بس وروبهم من الواقع ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم من شي انك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول انك تدقق بالتفاصيل ممكن تطمئن خواطرك في بعض المسائل هيك تجد أن الحظ بدعمك في بعض الأمور بتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ الأهم أنك أنت تتفائل الأهم أنه أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وتعرف على إيش بدك تتحرك فبرضو اليوم حاول أنك تستغل هاي الفرصة برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها والسبب أن القمر موجود عندكم اليوم وبفرد طاقته على جميع مواليد برج الدلو فاليوم ممكن تشعر بطاقة يعني ترجع لكم نشاطكم اللي أنتوا كنتوا فاقدينه من أيام الإحباط، الملل، السوداوي، الاكتئاب هيك عدم الرغبة بإنجاز بعض الأمور إحباط من بعض الأمور بوسع كل يوم المبادرة بخطوة جديدة دعم مركزكم الاجتماعي الفترة هاي جيدة وبتحمل إنفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود إلها أيام عليك اليوم التحلي بس بالحكمة والواقعية للأمور ما تحاول تكبر خيالك زيادة عن اللزوم وتحاول إنك تشطح في الأمور هيك اللي توسع رغباتك وآمالك لسه الطاقة ما معطتك بالكامل اللي تخليك تغامر وتجازف فما في داعي للمجازفات اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات عندك بشكل واضح بتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر الأهم برضو إنه اليوم أنت حتى للجنس الآخر أنت ملفت للنظر يعني إلك مكانتك إلك مشجعينك أو متابعينك اللي يعني بنبهروا بطاقتك اللي بتكون بتبثها برج الحوت طبعا القمر الآن موجود في الدلو يعني بيتكم 12 له بيت متاعبكم فالأجواء طبعا أكيد مش مناسبة لموليد برج الحوت إلا إذا كان طالعك إشي ثاني ولكن موليد الحوت وطالعهم حوت هم أكثر ناس رح يكونوا يعني بشعروا بنوع من أنواع الإرهاق والتعب اللي تراكم عليهم خلال هذا اليوم حاولوا اليوم تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم وأثناء التعامل مع الغير ممكن اليوم تتدمر من أي تأخير أو من أي سوء تفاهم أو أي التباس لأنه طاقتك على الآخر أنت واصل لمرحلة بدك ترتاح حاول أنك تحاذر من البدء بأي شيء جديد ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط يعني بمعنى آخر الأشياء الضرورية والمهمة والواجبات اللي عليك وأعمالك حاول أنك تنجزها يعني تشحن حالك بطاقة عشان تأدي أعمالك ما تخلي كل الضغوط هاي حتى تخسرك وظيفتك أو تخسرك تعاملك مع الناس أو مع الأقارب بس حاول أنك تأديها بشكل روتيني أنت اعمل اللي عليك هو آخر يوم بكرة في ساعات الظهر القمر رح يصير موجود عندك إلا جوه رح تختلف تماما رح تعوذ كل شيء فعشان هيك حاول تستغذل هذا اليوم بشكل روتيني بشكل هادي بدون ما تجهد حالك على أنه ممكن أي نشاط تبذله اليوم ما يكون نتائج المرجوة اللي أنت بدك إياها نظم أمورك وضاعف مجهودك عشان تحقق الأشياء الضرورية المطلوبة منك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء